إذا كان في شيء واحد نتعلمه من قصة بيسان وجواني إنه بعمرك لا تتفق بأي أحد فممكن بأي لحظة يطلع ويخونك وممكن أي لحظة يستغلك ويرميك مثل الكلب في شخص جديد رح ينضم لهذه المعركة طبعا بعد ما دخلت صفا ووقفت مع بيسان في شخص اللي هو مرسال ووقف مع جواني لكن دخول مرسال ممثل دخول صفا مرسال دخل وكان معه فضيحة بحيث مرسال نزل مقطع واللي هو كان فيه مكالمة بين بيسان وأمها ومع مرسال وهذه المكالمة الصراحة كشفت كثير أمور صراحة أول شيء إنه كلام جواني صحيح يوم تكلم إنه أم بيسان جاء ستدق على اليوتيوبر وتقولهم إنه أطلعوا ودافعوا عن بيسان ومن هذي الكلام والشي الثاني إنه أم بيسان هي اللي تتحكم وثالث شيء إنه بيسان خايفة ترد يعني معليش بس لش أم تنتظري إنه شخص مثل مرسال ولا صفي يدافع عنك ولا حتى تنشرين بالاستوريات عن أشخاص يعدهم يوتيوبر كثير قليل يعني مشتركين يدافعون عنك مشان تشجعين اليوتيوبر يدافعوا أكثر صراحة مش فهم وجهة نظرك كثير منيح يعني هذو اليوتيوبر هدفهم مشاهدات مش هدفهم يدافعوا عنك وحتى الدفاع اللي كانوا يتكلموا فيهم مجرد كلام ما في لا حقائق ولا أدلة لأن دلة والحقائق عندك وطبعا حجة بيسان إنه عساس هي خايفة من إنه جواني يتسلق على أكتافه إنه عساس بقي شخص ما أعرف قصتهم الكوكب كله صار يعرف طبعا بعيدا الموضوع في مقطع إذن شرى محمد جواني كان يثبت إنه كيف هو لما يكان يصور مع بيسان كان يقولها إنه لا تشلحي الملابس وهي كان تقول لي مشان الفيديو نشلحي الملابس هذا الفيديو صراحش وهي يعني مؤلم وحتى رد أمجد اللي طلع ودافع عن بيسان وهجم جواني جواني رد عليه بمقطعين الأول كان في فضيحة والثاني تكلم فيه على الاتهامات ما انتظر شخص مثلي مثلا أطلع ولا دافع عليه أنا مواقف مع جواني بس أنا حاليا جاهز أتكلم بالسان جمهور بيسان اللي يطالبوها في فيديو عشان تشرح الموضوع وترد على كل الاتهامات وطبعا قصة اللي هو اتهام أمجد لما كان يتكلم على محمد جواني إنه هو مطلوب ألمانيا طبعا أتوقع إنه هذه القصة كانت كذب لشيء الأثبت لي واللي هو مقطع مرسال اليوم لما كانوا يتصلوا علي وقلوه لأنه نريدك تشتكي فعليا هذه الحركة اللي هم كانوا يريدوا يساوها عمود يقولون إنه يشوفوا محمد جواني مطلوب فإنه أحساسوا بصرقه ومدري إيش طبعا محمد جواني ما رح يخلص القصة أتوقع بك بكرة حيكون فيه فيديو لأنه شفتها منزل بالستوري طبعا أول شيء تروحي على المحكمة قبل ما تروحي على المحكمة أنا ما بدي أمن الأدر معاك لأنه أنا أمي عرفت تتربيلي أنا لهم أسيكل أنا أحترم حالي